أنا حسين الحباب وشغفي هو الخطابة شغفي أني أتحدث للناس سواء كان خطاب أمام الجماهير أو حديث للمستمعين خلف المايك أو حتى أني أشارك الحضور بشيء تعلمت واتمكنت منه لدرجة أني أقدر أفيدهم بي القصة بدأت في أواخر عام 2016 بعد ما انتشر مقطع لبطل العالم للخطابة محمد القحطان واللي كان دافع لي أني أخرج من حالة قلة الكلام إن صح التعبير وأبدأ عبر عن اللي دور في بالي في بداية 2017 اشتركت في أندية الخطابة وحضرت لقائين لا 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 التسلسل الخرب قد ترفع لي الأورقة شوي على فوق القصة بدأت في أواخر عام 2016 بعد ما انتشر مقطع لبطل العالم للخطابة محمد القحطاني واللي كان دافع لي أني أخرج من حالة قلة الكلام من صح التعبير وأبدأ أعبر عن اللي دور في بالي في بداية 2017 التحقت بأندية الخطابة وردت فعلي الأولى في أول لقاء حضرته وشفت الحضور وهم واقفين بيتكلموا بكل ثقة أنه هل سأقدر في يوم من الأيام أني أوقف وأتكلم زيهم يا رجل أنا كلمتين على بعض حتى ما أقدر أقولها خاصة أنه أنا بطبعي قليل كلام حضرت لقائين كمستمع وبعدها أصريت أني أكسر الخوف وأرمي نفسي وسط التجربة اللقاء الثالث وقفت وتكلمت أمام الحضور لمدة ستة دقائق عن نفسي بعد ما انتهيت حسيت كأنه كان في حمل ثقيل على ظهري كنت شايله واكتشفت أنه كان كيس فاضي خوف غير مبرر إطلاقا التجربة دي كانت زي الشرارة أطلقت جوايا شخف متشعب من قراءة كتابة إلقاء وأظهرت موهبة عندي ما كنت أتخيل أنها موجودة والحمد لله من بداية انضمامي لأندية الخطابة للآن قدمت 28 خطبة بمواضيع مختلفة وأندية مختلفة وكلها ولله الحمد فازت بأفضل خطبة في اللقاء وفي 2019 حصلت على لقب بطل القطاع 104 للخطابة على مستوى المملكة بالمركز الثاني في اللغة العربية والثالث في اللغة الإنجليزية وفي آخر السنة حصلت على لقب ثاني العرب في مسابقة الخطابة بمملكة البحرين بدأت بجمهور من 25 شخص ووصلت لأكثر من 300 شخص وبإذن الله الرقم سيزيد في كل لقاء كنت أقدم فيه خطبة كنت دائما أحرص على نقاط التحسين أكثر من ملاحظات المدح والإعجاب وكنت أخذها بشكل جدي وحاول أني أطورها في الخطبة اللي بعدها وأكثر ملاحظة كانت بتتكرر معايا هي حسين كلامك جميل بس نبرد صوتك باردة حاول تلعب بطبقات صوتك حاول تلون صوتك شوية وللأسف صوتي كان هو السبب في خسارتي لأول مسابقة شخل دخلت فيها عيدة أحسن عيدة من بداية حسين كلامك جميل بس نبرد صوتك باردة حاول تلعب بطبقات صوتك حاول تلون صوتك شوية وللأسف صوتي كان هو السبب في خسارتي لأول مسابقة خطابية دخلت فيها وقتها قلت لنفسي خلاص لازم أشتغل على صوتي جربت أشياء كثير أشتركت مع مدرب صوتيات أمريكي وعطاني تمارين بدأت أقرأ قصص لأطفالي قبل النوم بدأت تسجيل مقاطع صوتية لأشعار وإعلانات وأعيدها أكثر من مرة لنتقنها دخلت دورات لتحسين نبرات الصوت مع مدربين محليين إلى أن وصلت لمرحلة أن أكبر ميزة في أسلوب الخطابي كانت نبرات صوتي بسبب أني كنت في بيئة تشارك معها نفس الاهتمام بالخطابة بدأوا أصدقائي يسألوني كيف بتكتب وكيف بتتمرن وكيف بتلقي وكيف حسنت نبرات صوتك فكنت في البداية بجاوب كل واحد على حدة ده أفتكر أعطيله أربع ملاحظات ده أفتكر أعطيله ثلاثة وأنسة وحدة وهذا ما يسعفني الوقت أعطيله كل الملاحظات اللي عندي فبدأت أقدم ورش تدريبية داخل نطاق الأندية والأشخاص المحيطين متعلقة بكتابة المحتوى الإلقاء الخطابي تحسين نبرات الصوت وغيرها لكن مع هذا كله برضو كنت أحس أني ما قدرت أرد الجميل لهذا المجتمع المحفز والبيئة الإيجابية وأعطيهم الشيء اللي تعلمته بالكامل هنا جات فكرة أني أنتج حلقات بودكاست صوتي بالشيء اللي تعلمته في مشوار الخطابي وأشاركها مع أصدقائي البودكاست ولله الحمد حصل على صدى إيجابي لدرجة أنهم ساروا بيسوقونه خارج نطاق أندية الخطابة عدد الاستماعات المتزايدة والتعليقات الإيجابية والأشخاص اللي ساروا كل ما يقابلونه بيسألوني متى الحلقة الجديدة تراك طولت علينا كانت حافز لي أني أستمر وإشارة أن الموضوع تخطى مرحلة الشغف وأصبح رسالة البودكاست هذا متخصص في كل ما يتعلق بالإلقاء والخطابة والتواصل البشري بين الناس مثلا من المواضيع كيف تعد خطبك كيف تكون خطيب ناجح كيف توظف لغة جسدك كيف تكون محاور وتخلي الحوار مستمر كيف مثلا سويت لقاء مع عادل برباء على موضوع نبرات الصوت الإقناع لسه كمان إن شاء الله فيه حلقات كثيرة رحلتي سواء كانت تتعلق بالخطابة أو الورش التدريبية أو التعليق الصوتي أو حتى البودكاست مليان عقبات أولها وأكبرها هو عامل الوقت أنا موظف ورب أسره وموضوع أني أحصل وقت لنفسي جدا صعب فما بالك أني بدل ما أرتاح وأسلي نفسي في وقت راحتي أشتغل في الاهتمامات التي تتطلب مجهودها كمان أندية الخطابة والورش التدريبية اللقاءاتها تأخذ وقت طويل في التحضير والتنفيذ والتسجيل الصوتي يحتاج تمرين كثير يتطلب أني أستنى لين الأولاد يناموا ويهدى البيت عشان أقدر أسجل ويكون وقتها أنا تعبت وجاء وقت نومي كمان لكن الحمد لله بمساعدة زوجتي قدرت أني أوفق بين واجباتي وبين شغفي العائق الثاني كان تطوير المهارات الصوتية والتي تطلب أني أأخذ دورات في مجال تحسين نبرات الصوت والدورات دي نادرة ومكلفة فكنت أحاول أني أوفر من ميزانيتي عشان أقدر أحضرها العائق الثالث كان متعلق بمسابقات الخطابة بالتحديد وهي أنك بتبذل كل جهدك في التمرين وتطلع من المسابقة خاسر شعور الخسارة جدا قاسي خاصة إذا كانت غير متوقعة أبدا وبالنسبة لي أول خسارة كانت صدمة قوية لدرجة أني حرفيا كنت أحس أن شغفي بينسحق داخل ضروعي وفكرت أني أتركه وأشوف لي طريق ثاني لكن برضو ولله الحمد بدعم الوالدين وبوقفة زوجتي معايا قدرت أرجع أقوى من أول بصراحة ما كنت أتخيل أبدا وقت ما بديت رحلتي أن الموضوع سيتحول لشغف والشغف حيتطور لرسالة كان مجرد رغبة في تجربة شيء جديد ومحاولة تطوير ذات قبل ما أكتشف شغفي بالحديث أمام الجمهور جردت أشياء كثير من تايكواندو، فروسية، بناء أجسام وغيره وغيره لكن بعد فترة أشعر أنه مو هو ده الشيء المقدر لي رسالتي في الحياة مو هنا وتبدأ رحلة البحث عن شغف جديد وهنا أحب أقول أنه إذا لسه ما حصلت شغفك إلى الآن لا تيأس وجرب أكثر من شيء ولا تخلي باب تجربة إلا وتدقه وفي يوم من الأيام هتلاقي باب ينفتح لك وتحصل شغفك مستنيك أول شيء تسوي إذا حصلت شغفك أنك تحمد ربك وتشكره لأنك اكتشفت الرزق اللي ربنا سخرك لي الشيء الثاني لازم تؤمن بأن هذا الرزق ربنا وهبك هو ليس عشان تستمتع به لوحدك لكن هو الوسيلة اللي ربنا وهبك هي عشان تعمر الأرض فكلما وظفت الرزق اللي ربنا وهبك هو وهنا أقصد شغفك عيدة بداية أم الأخيرة كاملة طيب قصيرة أول شيء تسوي إذا حصلت شغفك أنك تحمد ربك وتشكره لأنك اكتشف أول شيء تسوي إذا حصلت شغفك أنك تحمد ربك وتشكره لأنك اكتشفت الرزق اللي ربنا سخرك لي الشيء الثاني لازم تؤمن بأن هذا الرزق ربنا وهبك هو ليس عشان تستمتع به لوحدك لكن هو الوسيلة اللي ربنا وهبك هي عشان تعمر الأرض فكلما وظفت الرزق اللي ربنا وهبك هو وهنا أقصد شغفك في المجال اللي أنت مبدع فيه ربنا حيفتح عليك ويزيدك من واسع رزقه يعني باختصار شغفك ممكن تحوله لمصدر رزقك إذا وظفته بالشكل الصحيح أصلا تسير خلصوا أعيد شيء ولا خلاص قبل الأخير أول حاجة أنا أجبني هذا الكلام هذه أنا أخذ كلامة نخلديها في برامو طيب مسارك للحياة يعني كأنه عنوان كأنه عنوان لبرامو الشغف هذا تنفع تنفع الله يسعلك كلام لكن أتكلم بنت عن أشياء أول حاجة أنا أصلك على بودكاست هذا أي لسن لسن كلمة عربية فصحة معناتها من يجيد التحدث والإقناع زي لما يقول لك أحد ملسون لسانه طلق هل أنت رأي خمس فرمجان أو أنت مفتوح على الموضوع؟ لا أنا أمركز في هذا الموضوع هناك بودكاستات كثيرة متنوعة في كل شيء لكن أنا رأيي أن ركز في شيء وحاول أن تبدأ فيه مدام أنه خاص لقيت شغفك هنا ركز فيه عشان تقدر يعني توصل فيه لمستوى عالي ممكن توصل لمرحلة أنه أنت المرجع في هذا المجال مثلا أنا حاب الموضوع هذا أنا حاب الموضوع هذا ما تحب أن تكون مقدم بالمعاب مقدم بالخاص عادي ثقافي ثواري إلى سبيل إذا في هذا الإطار ما حكو أو أو الإطار واسع الذي هو موضوع التواصل البشري هذا موضوع واسع أي معقول لكن نتكلم عن الإقناع نتكلم عن كيف تفتح حوارك كيف تقفل حوارك كيف تتعامل مع شخصية مثلا في نقاشها مزاجي أو صعب في كلامه هذه كلها مواضيع مفتوحة لأنها ممكن تنضاب في البودكاست أتوقع أيضا حسنا نتكلم مع شاء الله شكرا فينا على الأعضاء في الكمين إن شاء الله أي 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 إن شاء كثير سرع أنا بس أنا أختصرتها يعني وهو صرحة كلام مرتب من رضا أي شكرا في المدينة من مدينة الحاورة ويطمعونك بأسسلها كيف تتأخيرا بكي الشباب صح؟ نسمتها أي رسالة رسالة تحفيزية أي 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 أنت تحفيزة ما أفضلها كثير لك إن كنت أصابت جمعي تبليا أطاع كنت أصابت جمعي تبليا تبليا كنت أصابت جمعي تبليا تبليا سألا عادي أنت أنت أجل تقلم معك وفا معك أشياء هنور يمكن أن نبضمه أنا أشكر كنت أخطبتها الصغير لكي تشمل جمعون إن شاء الله ما يحسيه إن شاء الله ما يتبليا كلام معك حتوك الأجمع أجمع طيب خطبك المستقبلية المجالة هذا ما تفضل فيها ما هي؟ خطبك خطبك لا لم يكن هناك حتى سؤال في هذا الموضوع أجمع أجمع حسن طيب أجمع أجمع ما تفضل فيه ما تفضل فيه خطبك خطبك الخطبك المستقبلية لهذا المجال طيب الخطة المستقبلية إن شاء الله ستبدأ من بداية 2020 والهدف هو التوسع أنا بديت في بودكاست و شوية ورش تدريبية الآن إن شاء الله ستوسع الموضوع أكثر سندخل على اليوتيوب سنوسع موضوع الدورة ستصبح فيه دورات تدريبية في هذا المجال سندخل في قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى من الإستجرام من تويتر من فيسبوك و سيكون فيه لقاءات أكبر مع متميزين في ما يخص مجال الإلقاء أو التواصل البشري بين الناس يعني بإذن الله سيكون شبكة و ليست مجرد بودكاست الله يخلي بس خلاص جاوبنا على كل حاجة أولا في السيلة ثانية تكسد في السيلة ثانية اشتركوا في القناة